المفاجآت لكن أول المفاجآت هي الحصريات وحصري مع شوبر طيب الموضوع أنه الأهلي يضع شعار الفيفا والبطولات الثلاث بطولة القرارات الثلاث على صدره حتى هذه اللحظة الفيفا لم يبلغ النادي الأهلي أنه ليه حقوق في وضع شعار تتويجو كبطل نصف العالم بعد ما فاز على عين 3-0 في مباراة بطل أفريقيا وآسيا وأوكيونسيا الأوكيانس النادي الأهلي بدأ أنه يستفسر عن هذا الموضوع ولكن بشكل ودي مش بشكل رسمي بناء على استفسار مننا كبرنامج حارس الأهلي أعرفنا التفاصيل كلها أول حاجة أن الفكرة بتقول أن الشعار ده هو حق الفيفا بيحصل عليه سواء الفرق أو المنتخبات في البطولات التابعة له زي منتخب الأرجنتين بطل كاس العالم ريال مادريد بطل كاس العالم للأندية بطولة الانتر كونتينتل اللي بيشارك فيها الأهلي بداية من مباراة الأعين اللي فاتت كل مباراة هي بطولة يعني البطولة اللي فاتت بطولة القارات الثلاث أحنا أخذناها الحمد لله الفيفا استحدثها عمل زي شكل نظامه بطولات السلة والبسبول الأمريكية الفيفا عايز يسوأ أكتر لبطولتين كاس العالم للأندية بنظامها الجديد اللي الأهلي حيشارك فيها ممثلة لإفريقيا فعشرين خمسة وعشرين أو أحد ممثل إفريقيا وكمان كاس العالم عشرين ستة وعشرين الاتنين دول حيقاموا فيه الوقات المتحدة الأمريكية فيه النهاردة صورة تشيرت كده انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعليها شعار للفيفا ده ملوش علاقة من قريب أو من بعيد بالنادي الأهلي لكن ليه كلمة واحدة نقدر نقولها إنك عالمي يا أهلي